بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيدة الاعزاء اعضاء شبكة اعلام المرة العربية وكل المستمعين الكرام اسعد الله مساءكم بكل خير اتوجه بكل التحية والتقدير لمعاني المستشار دكتور معتز صلاح الدين رئيس شبكة اعلام المرة العربية على دعمه المتواصل وتشجيعه الدائم كما تقدم بكل التقدير والاحترام لمعاني الدكتور سيد الفكي شقيق الدكتور ابراهيم الفكي رحمه الله على تشجيعه ومساندته دائما فجزاهم الله عني خير الجزاء ابدأ مع حضراتكم الليلة مع حلقة من حلقات كورونا والصحة النفسية واتناول موضوع مهم جدا الى وهو الدور النفسي للفن في ازمة كورونا الفن له اهمية كبيرة جدا بالنسبة للفرد والمجتمع ويعد ذلك تأثير كبير في الحياة النفسية لأفراد المجتمع في حياتنا الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ولذلك فهو اداء التفاق المعاني ولهنا الفن له دور مهم للفرد والمجتمع لانه وسيلة للتسلية والترويح عن النفس من وطئة العمل وضغوطات الحياة وكذلك خلق طيارات وموجات من المشاركة الوجدانية وايضا له وظيفة تربوية هامة از انه اداة لتربية المشاعر والتسامي بالحس نتيجة لادراك الانسجام الفني وذلك في حالة تقديم رسالة الفن الحقيقية كما ان له وظيفة عملية تتمثل في الحفاظ على الآثار التاريخية وكذلك له اثر كبير من الناحية القومية من خلال الخطب الحماسية والاناشيد القوية ويتميز الفن بانه له وظيفة دينية حيث تستخدم في مناسبات دينية مختلفة ويدخل في حياتنا الاجتماعية ويتغلغل في صميم هذه الحياة بحيث يصبح الفن مبدأ للحياة كما يقول ان مبدأ الفن هو الحياة نفسها والتراز الفني له دور مهم كبير من إطار التجريب والعلاج النفسي في ظل النظريات النفسية والتربوية المستحدثة والخاصة بالفئات الغير عادية من المرضى وأصحاب الانحرافات العقلية والنفسية ومنهم أيضا فئة المبتكرين وأصحاب التفوق العقلي وظهرت العديد من الدراسات والبرامج التي تؤكد على ضرورة وجود الفن كمدخل طبيعي من أجل إبداع أعلى للمبتكرين لإزهار مواهبهم التخصصية لخدمة المجتمع فالفن يساعد على التقدم نحو الحياة والتكيف مع المجتمع عن طريق ممارسة العمل والاجتهاد فيه ومن خلال أزمة كورونا أصر الفن في نشر الوعي بين أفراد المجتمع ودعمهم نفسيا لتخطي تداعيات الجائحة وما تتركه من ضغوط نفسية في أفراد المجتمع حيث يعد الفن هو تعبير عن الإنسانية في المجتمعات ويمثل الشفرة المزدوجة بين التأثير والتأثر حيث يعبر عن ما يؤثر الإنسان في رأي المجتمع وما يعكس تأثر الإنسان بما يحيط به ونظرا لمرور المجتمع بجائحة كورونا التي أثرت عليه نفسيا ومعنويا فيأتي دور الفن في هذه الجائحة متمثلا في كونه متنفسا للتعبير الفني عن تأثير الجائحة نفسيا ومعنويا في أفراد المجتمع ونكل ذلك من خلال أعمال الفنانين المعاصرين بالإضافة إلى دوره كمصدر توعوي للمجتمع المصري والتغلب على تلك الجائحة وحس أفراد المجتمع على القيام بواجبهم القومي حيال هذه الجائحة ونجد أن الحركة الفنية لها دور مهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع لدعمهم نفسيا وتخطي تضاعيات الجائحة وما تتركه من أثار الضغط النفسي والقلق والتوتر عليهم ومن هنا أكون قد أنهايت هذه الحلقة وأشكركم على حسن استماعكم والمتابعة كانت معكم دكتورة حنان أحمد كرسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته